نستهل جولتنا في عنوين الصحف بصحيفة الشرق اليومي التي عادت في عددها الصادر لنهار اليوم إلى تداعيات غلق الحكومة لسوق الدوفيز بالسكوار في وقت لم تفرج وزارة المالية وبنك الجزائر عن إجراءات بديلة ما وضع التجار والمعتمرين والمرضى في أزمة خانقة وفي موضوع آخر تطرقت الشرق اليومي إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المديرية العامة للوظيفة العمومية التي ألزمت مديريات التربية عبر الوطن بإداعي المحظر التقني للمرشحين مرفق بالتنقيط 48 ساعة قبل انقضاء فترة الإشهار في الجرائد في خطوة لتفادي التلعب بعلامات المرشحين من الشرق اليومي إلى يومية البلاد التي عادت لتصريحات وزير السكن والعمران التي هدد فيها أصحاب السكنات غير المكتملة قبل أوت 2016 بالتطبيق الصارم للقانون بالهدم خاصة وأن الدولة أعطت أهمية كبيرة للوجه الحضري للمدن والبلديات على حد تعبيرها لوكوتي دياندونو عادت للحديث عن استئناف سكان عين صالح للإحتجاجات ضد استغلال الغاز السخري حيث هددوا هذه المرة بتصعيد لهجتهم إلى عصيان مدني يقول صاحب المقال تدعية نقل النخيل من الجنوب إلى الشمال تسببت في تدمير واسع لهذا النوع من الزراعة تقول صحيفة الخبر التي تطرقت إلى ارتفاع سعر فسيلة النخل خلال الأربع والعشرين شهراً الأخيرة من أربعة آلاف دينار جزائري إلى ثلاثة ملايين سنتيم خاصة وأنها اقتصرت في بداية الأمر على الأشجار غير المثمرة لتمتدى إلى أشجار النخيل المثمرة ترجمة نانسي قنقر